موسيقى في الذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني رفعت الألوان الوطنية والنشيد الوطني في ساحة السفارة الجزائرية بلاهاي إذانا بافتتاح النسخة الأولى من مهرجان الجزائر للموروث الثقافي بمشاركة أبناء الجالية الوطنية المقيمة في هولندا وعدد من الدبلوماسيين وأصدقاء الجزائر الذين حرصوا على مشاركة الجزائر فرحتها بهذا اليوم العظيم والمميز في ذاكرة كل جزائري خارج وداخل الوطن ففي مثل هذا اليوم من الخامس من شهر جوليا 1962 تحققت أمان شعبنا الصامت في نيل وطننا حريته بعد تضحيات جسام كان لشباب الجزائر دور مهم في النضال من أجل استرجاع وطننا سيادته وفي هذه المناسبة نستذكر بكل فخر واعتزاز أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحرية والكرامة حيث واجهوا المستعمر ببطولة وشجاعة وأثبت للعالم أجمع أن الشعب الجزائري قادر على الصمود والنضال حتى تحقيق أهدافه السامية المهرجان تخللته فعاليات متنوعة قدم خلالها المشاركون من هولندا ومجموعة من الحرفيين القادمين من الجزائر عددا من الأطباق الجزائرية المتنوعة من مختلف أرجاء الوطن وتشكيل من الأزياء التراثية والحلي والمشغولات اليدوية التي تبرز مدى عمق البعد التاريخي والثقافي الذي تسخر به الجزائر الحقيقة أنا بشرفني وجود النهاردة الشعب الجزائر ودورة الجزائر له مكانة خاصة لدى شعب وقلوب كل المصريين ودائما في مجالات تعاون قوية للغاية التاريخية الجميع يعلمها ودائما قوية بيننا وبعد ذلك في كافة الأزمات بالحقيقة في نفس الوقت الدبلوماسية المصرية والجزائرية يربطها تعاون وثيق قديم وبيشرفني التواجد النهاردة لإقدم التهنئة لسعادة السفيرة ولكن أيضا للغاية الجزائرية ولهذا العيد الوطني التاريخي المجيد وإحنا لنا الشرف وفرحانين كتير اللي جينا مع الإخوة والأخوات نحتفل بهذا اليوم العادين ونتمنى للجزائر دائما تبقى في العزة والكرامة والاستقلال ونكون على وعد مع الشهداء اللي ضحوا بكل شيء من أجل البلاد وهم جابونا الاستقلال وجابونا الحرية ولازم الشعب الجزائري كل واحد أسمه أينما كان يحافظ على هذا الحرية وعلى الاستقلال وهم جابونا الاستقلال والحرية للبلد والشعب الآن لازم يشتهد أكتر أكتر كما قدم المهرجان فرصة لأصحاب المشاريع للتعريف بالمنتجات الجزائرية وعرضها من أجل التسويق وفتح أفاق للتعاون بين السوق الجزائرية والهولندية مهم من بينو تورات بلادنا في بلدان يعني في بلدان الناس كي مارانا اليوم مارانا في الهولند و الحمدول الله إن شاء الله رب بي وفقنا بهديما نبقى واقفين على بلادنا الجزائر وعلى العالم تعنا الجزائر الحضور الكبير لأبناء الجزائر الجزائر الوطنية والحرص على مشاركتهم عكس تطلعهم للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن وتعزيز شعور الانتماء والفخر وفاء لعهد الشهداء